كان ابن عثمين الله يغفر له ينظف له فيها شيء في البيوت زمان يسمونها السرب وش يسترب لنزل الماء ينظفه قال يا شيخ محمد ليش يتنظفه قال بكرة بينزل المطر إن شاء الله بكرة بينزل المطر إن شاء الله ما يدل عليه يدل على حصن ظلنا بله سبحانه وتعالى الواحد ما عليك من المدرسة وما عليك من الفريق وما عليك من الواحد دائم يحسن ظلنا بالله سبحانه وتعالى صحيح ويشوف أي مشكلة أو أي عقبة أو أي صعب يواجه في طريقه يعرف إنه خير لك إن الله سبحانه وتعالى إما مأخر كل شيء وإما مقدمك عشان يبعدك من شيء فالواحد دائما يحسن ظلنا بالله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يحب الفأل فيه يقين وفيه تآله على الله سبحانه وتعالى وفيه فأل لا أخذها لا تقول لي ولا أقول لك في خاطري كذا غصب لا بس أني أقول إن شاء الله أن نأخذ الأول فضل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول الله أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن شاء الله حنل أول بحوله وذكرتني الكلام والبأبيات يقول رباه وحقق ما رجوت فإنني راض بما يجري علي وما جرى إن كان خيرا باب وجودك واسع أو كان ضر غير صبر إلا أرى فبما حكمت فإنني بك مؤمن راض بما أجرى الحكيم وقدر فحسن الظن بالله شوفه في قصة بسيطة من قصص العرب في واحد أعمى وواحد إيش مبصر محروق ما يعني مشلوق ما يقدر يمشي كانوا في قبيلة شوفك تدوير الله سبحانه وتعالى وكانت القبيلة هذه كان الشيخ القبيلة يهتم بهم ما كان لهم يعني أعمى ومشلوق يعني صعب فكان الشيخ القبيلة هذا يهتم فيهم اهتمام كبير مات الشيخ القبيلة تولع القبيلة الشيخ الانثان قال شدينا بالقبيلة قالوا طيب المشلول ذا ولعمى كيف طريقتهم قال يرجى ننظروا فيهم رب العالمين خلوهم هذا الأشغال هنا ضاحت القبيلة باقي لعمى هذا والمشلول قال لعمى اسمع أنا بشلك على ظهري وندلني وندلني الطريقة وإن شاء الله نحن نلحقهم قالت وكنا على الله شله مشا المهمية طول العمر قد هم يلحقهم بالقافلة معادهم بعيد من قافلة قال المحرول فيها فيه صيط فيها رنب أنا بقى أخليك تقرب منها بشيء بسيط وانطرني عليها وانطرني عليها وانطرني عليها قال تم مش هذا يطول العمر ووصلوا للأرنب كفزوا مسكا للأرنب خذوا للأرنب وراحوا للغار شبوا نارهم طبعا العمى جالس والمحرول يشوي للأرنب في هذه اللحظات مروا ثعبان أيوه نازل يش قال المحرول قال بأخذ الثعبان واذبحه وقطعه وعطيه لأعمى كأنها لأرنب وأنا أتفرد بالرنب أيوه اختلفت نيته اختلفت نيته الممي طول العمر حتى نشوفه كيف خذ الثعبان وقطعه بسم قال ربا غير بعد يرفق نشره وقده مقريب من القبيلة معظم بي قطع الثعبان وعطه إياه وذاك يأكل قال يشترل النب اللي طعمها مطيب قال له هذا صيد على مستوى كل دك قال يا والد بقلك طيبة ألا قل بقنا قال لا والله ما أبقي أنت استاه أكل الثعبان كامل المهم في هذه الأثناء تحول السم اللي في الثعبان إلى مصل دواء على جعي واللعمة أيوه وعطاه الله سبحانه وتعالى النظر تقسل فتح وشاف المكان اللي حوله نتع شاف المكان اللي حوله شوف لذيبان طال عمرك النظيف في بلرنب ويطالع لي والله نبت ثعبان قال لا توكلتني ذا قال لا عالجتك ايه قال لي وكلتك قال اللهم لك الحمد اللهم يعطيني العاء فيها وأشوف ولكن والله ما تروح في علات كذي شل المحرول المشول ذا وين حطي روح حط في النار قال يلا ابعد نفسك نزل في النار طال عمرك تجاوبت العصاب مع الحرارة ويقول الله يوم عطاه العافية المحرول نقل تقسل أما لو الله هن الثنين يطوير العمر رايح للقبيلة ياب شون شوف كيف التدوير كيف الله سبحانه وتعالى دبر للثنين ذولا مشى من الراعة ايه النار سبحان الله اني هره جاي ما قلت الاختيار الله سبحانه وتعالى لك ما تدري صحيح يمكنك تشوف الشيء اللي قدامك شر هو خير لك صدقت والحمد لله على كل حال والحمد لله على كل حال علي أبغى ذكرت بياتة لله ايه أنا أبغى منك بياتة أصلا قلتها سابقا تشاء أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر الله تشاء أنت من الأمان نجمة ويشاء ربك أن يناولك القمر الله وتشاء أنت من الحياة غنيمة ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر وتظل تسعى جاهدا في همة والله يعطي من يشاء إذا شكر والله يمنع إذا أراد بحكمة لأبد أن ترضى بما حكم القدر الله فكل شيء كتبه الله علينا في الحياة الدنيا خيرة نعم وأحسن الظلم من الله سبحانه وتعالى في كل شيء والإيمان هذا نؤكد على الإيمان بالقدر سواء خيره أو شره الله أرضيكم منها فيه دعي الأيام تجري تفعلوا ما تشاءوا وطب نفسا إذا حكمل قضاء قضاء أبو ساو دعي الأيام تشاع رجري في عينتي وأبياتك دائما جميلة خاصة في المواضيع والله حسن الظلم باب عظيم يا أخي حسن الظلم بالله باب عظيم وأشوفه من وظائف المؤمن من وظائف المؤمن في حياته أن يحسن الظلم برب هذه وظيفة ليه؟ لأنك أنت في دار انتقال ما أنت في دار إقامة فمهما جراء لك في دار الانتقال هو خير لك وأنت مسافر أنه يقول لي إنما أنا مسافر مستضل تحتضل شجرة الواحد اللي تحتضل شجرة هل بيضبط الشجرة ويؤثثها ويرتبها ولا نجلس وأكل أي شي واستراحي شوي ومشى ما راح يتحسف على أن يتركض الشجرة وإذا جلس فيها ما راح يعمرها كثم ما هي فحسن الظلم بالله أنا أقول أنه يعني موظيفة المؤمن لي أبياتي يقول يا ربنا عبدك وبن عبدك وأنا منك وإليك إليك أدعو بالأمال ومنك تحقيق الأمال أنت الذي مالك شبيه في الصفات ولا شريك جل جلالك لو تشابه بالإسم لك الكمان أطرح ركابي بين يديك وكل حاجة في يديك أعوذ بك من قلة الحكمة ومن قهر الرجال وأعوذ بك أعوذ بك من قلة الحكمة ومن قهر الرجال وأعوذ بك من نية تنتقضبك ولا تشك فيك ما فيها أعز من الهدى ولا أذل من الضلال ولا أدمي لو ما تكل في هذه الدنيا عليك يطيح من عين البشر والأرض من تحتها يا يا سلام يا أبو سامة زي ما ذكر أبو صاح الله سامة صاح بالدنيا والله إنه شاعر فيصل لكن يبقى علينا والله يبقى علينا يا كلام أبو سامة شاعر يا أخي الأبيات إذا ابتدت بذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله سبحانه وتعالى عرف من قصيدة يا برك نعم من جدلان الله يغفر له يقول يا الله يلي ما خاش غير خوف منك خوف خوف لا شري كله يملكه ولا عباد سواء سواء فيك تشخيص البصائر ولك مدلك هو فيا كريم يكرمونه لكارم من عطاء عطاء شايف اللي عالم اللي نعلمه شايف اللي ما نشوف خافي نسجح والأشراب ما هي بتخفاء لا جفان القلب واللي روابعهم ضعوف يعرض بما يرينا غضب ولا جفاء يا سلام ولنقفل بقب من الرزق وحرأسه وقف فتحنا الضاب الله يغفر الله يا رحمه صحة نقلك يا أبو عبد الله والله يغفر السعادة من جدله الله رحمه عزانا مشاهدين فاصل ونرجع